قصة وارن بافت مع شركات الطيران صراحة قديما كان يشتري شركات طيران وأخفق فيها أيضا ماذا عن الوقت الحالي؟ اشتركوا فيها أيضا وارين بافتت قطاع طيران عادة ليس مغريا له لأنه لديه تجارب سيئة مع هذا القطاع في السابق إن كانت استثمارات خاطئة سنشاهدها في سياق الحلقة ولكن مؤخراً بنى على السنوات الأخيرة مراكز مهمة جداً في أكبر أربع شركات طيران في أمريكا وبدأ بهذا المراكز لأن شكل حصة مهمة جداً وصلت إلى 10% في كل شركة نحن نتكلم عن الـ Delta Airlines، نتكلم عن American Airlines، نتكلم عن United Airlines و South West Airlines مؤخراً خرج من هذه الشركات ولكن هناك ملاحظة دائماً يقولها وارين بافتت عن الاستحواز وهي عندما يدخل في شركة وتعجبها الشركة من حيث القيمة لأنه يشتري القيمة طبعاً هنا يستحوذ عليها قدر المستطاع وأحياناً يأخذها كلها استحوازاً بشكل كامل وبالتالي دائماً ما يقول عندما أخرج من شركة لا أخرج بقطع مختلفة بنسب مختلفة بالتالي أخرج كلياً وعندما ندخل ندخل كلياً إذن عندما يخرج من أي شركة سيخرج بـ 90% هذا ما حصل مع شركات الطيران صار في تصفية للمراكز وخروج شبه نهائي تقريباً بالحصة الأكبر على الإطلاق وبالتالي أيضاً هنا صار في بعض الخسار وقال الجملة الشهيرة أنه أخطأ بالاستثمار في هذا القطاع لأنه لن يرى أن هذا القطاع بعد ثلاث سنوات سيعود الناس ويسافرون كما من قبل أيضاً كان البارز في الحديث طبعاً هو يتكلم مع الجمعية العمومية عبر الفيديو وطبعاً هذه من الأول مرة بتحصل معه مع المساهمين الاجتماعي ينتظروا دائماً المساهمين ويأخذوا بعض النصائع فيه أيضاً أشخاص بتكون أشخاص مشهورين يحضرون الاجتماع طبعاً قال أنه الشركة بركشاير هزوي تجلس على 137 أو 140 مليار دولار كاش ولكن الأبرز أنه لم يرى أي شركة نالت انتباهه أو يعني ممكن أنه يدخلوا عليها خلال هذا الانهاء والهبوط الكبير هنا علامة استفهام لأنه الذي يريده أن يتبع وورن بافت بشراء الأسهم أيضاً يعني أخذ موقف أنه لا شيء يستهل وليس هناك فرص في الأزمات إلى الآن وبالتالي لم يشترعي الشركة اشترى فقط بمبلغ بسيط بسيط نعم يعتبر إلى 140 بسيط اشترى حوالي أكثر من 3 مليارات دولار 1.7 مليار بأسهم مختلفة و1.7 مليار إعادة شراء سهم شركته هنا يعني كان من المستغرب إذا يعرف أنه ممكن سهم الشركة التي يملكها طبعاً أنه حطهبط يمكن بالمستقبل أكثر وإلا كان دخل مرة جديدة في إعادة شراء السهم طبعاً هاي المحطات أنه لم يجد شيئاً مسير لإهتمامه لأنه يدخل عليه والشراء وأيضاً احتفاظ بالكاش حتى سهم الشركة بيركشاير لم يعيد شراء هذا الجنكا نتابع في هذه الفقرة بعض المحطات التي اصطاد فيها وورن بافت أسهم وبعدها حصل على سروة كبيرة منها طبعاً هون أذكر أن سروة وورن بافت وصلت تقريباً إلى حدود 90 مليار دولار وهو عمره 90 معظمها من الأسهم طريقة وورن بافت عادة ينتظر الانهيارات في السوق أو يقول بمعنى آخر أنه عندما تتدحرج الأسهم بشكل كبير هذه تكون أفضل الأوقات بالنسبة له بالتالي يملك دائماً الكاش في جميع انهيارات الأسواق على عدة مراحل حتى لو أنه سجل كقاع هناك يعتبر كاش موجود أنه يعتبر أنه القاع لم يحصل بعد وبالتالي الكاش موجود في أي لحظة هذه من المميزات طبعاً بالأزمة العالمية لعب دور كبير جداً ولكن الأزمة الحالية تختلف الأزمة العالمية بال2008 طبعاً هنا كانت مختلفة لأنه استضاد عدد كبير من الأسهم أخطأ في البداية اللي لكن دخل بقوة بعدها فمثلاً اعترف رئيس بانك أف أمريكا أنه تلقى اتصالاً من وورن بافت حاول به الاتصال بال2011 لدخول بالاستثمار ولكن لم واتصل عادي يعني فيه من الكول سنتر لم يستطع أن يصل إلى السيئو أو إلى رئيس البانك ثم بعدين صار فيه اتصال بواسطة المدير المالي ووصل وضخ استثمار مهم جداً هنا وورن بافت ببانكه في أمريكا لاحظوا هذه كانت بال2011 وضخ 5 مليار دولار حقق فيها بعد 17 مليار دولار نتكلم بهذا الاستثمار هذه من الضربات المهمة جداً التي دخل عليها وورن بافت أيضاً دخول كبير كان بالأسهم الكبرى لأنه دائماً يقول أنه اقتصاد أمريكا لا شيء يقف أمامه وبالتالي سيتغلب على كورونا مثل ما تغلب على الكساد الكبير مثل ما تغلب على الحرب العالمية وأيضاً مثل ما تغلب على الأزمة العالمية وعلى أزمات أخرى ولكن كورونا الوضع مختلف مع وورن بافت نشاهد أنه بعض الأخطاء فيه أخطاء في الماضي سنستعرضها أيضاً أين أخطاء عنده تاريخ مهم جداً من الأخطاء مثل تاريخ بالقوة ولكن الشخص برجع بقول هي القيمة يتصيد أشياء تدحرجت قيمتها بشكل كبير جداً ويدخل عليها وعن سعر السهم يقول في هناك جملة شهيرة جداً يقول فيها أنه أغبى سبب في العالم لشراء سهم أنه القول أنه يرتفع سعره وهذا لا يؤمن به إطلاقاً يقول يجب مراقبة دائماً القيمة وبالتالي هي الأهم لاتخاذ قرار الشراء أو لا أيضاً أبرز النصاح التي دائماً يقول عنها ورنبافت وهي قراءة التقارير السنوية طبعاً هون من المملن أنه نحن نقرأ التقارير السنوية في الكثير من الأشخاص يتفادون قراءة التقارير السنوية ولكن يقول أنه لتصنع سروة يجب قراءة التقارير السنوية العشرات والعشرات خلال السنة ويمكن والمئات من التقارير السنوية لكي تستطيع تصنع سرباً رحلة ورنبافت مع الأسهم قديمة جداً بدأ في عمر الـ 11 عاماً هل هذا معقول؟ ورنبافت متأثر بوالده لأنه الوالد كان عنده شركة وساطة بالأسهم وبعدها أصبح عضو في الكونغرس عن الحزب الجمهوري نحن نرى أنه أكثر ورنبافت يمكن ديمقراطي أو نوعاً ما في السنوات الأخيرة بعد مش واضح ولكن والده كان بالكونغرس مع جمهوريين أعود إلى بعمر الـ 11 عاماً فقط اشترى أسهم بـ واشتريه على مستويات كانت 38 دولار حبط السهم بقوة وصل يمكن إلى 20 دولار وهون صار فيه نوع من ضغط نفسي على ورنبافت واشترى الأسهم هو وأخته الصغرى وبالتالي من عاد السهم وارتفع ووصل 40 دولار يعني حقق الأرباح باع الأسهم فوراً بعد أشهر قليلة أصبح السهم 200 دولار وليس 40 دولار هنا تعلم يقول تعلم درساً كبيراً جداً طبعاً هذه الأخبار هي عمل حلقة معه تلفزيون سي أم بي سي يوروب وسلسلة كبيرة جداً غطت كل حياته المهنية وحياته مع الأسهم وهو اعترف بهذه القصة أو هو أسرد هذه القصة هذه كانت قصة بعمر 11 عاماً هو استثمارات قبل ما نسكر رحلته مع بيرك شاير هزوي بعمر 25 في قصة مهمة جداً أيضاً لأنه وكانت عام 50 دخل بالاستثمار مع سبعة أشخاص هون والأشخاص منهم عم بتكون أخته وعمته أيضاً والاستثمار كان فوق المائة ألف دولار مائة وخمسة ألف دولار وكانت شروط وارن بافت أنه أي ربح عائد فوق الأربع في المائة بيأخذ نصفه وأيضاً تعهد أنه يغطي 25 في المائة من الخسائر لاحظوا الشروط اللي كانت إن كان من ناحية الربح وإن كانت من ناحية الخسارة يعني من زمان عارف إلى أين يصل مع الأسهم وهذه كانت أبرز يمكن حادستين إذا بتفتشوا مضبوط عن حياة وارن بافت قصة بالـ 11 عاماً والقصة أيضاً بالـ 25 عاماً وأيضاً فيه القصة الشهيرة جداً أنه عندما ارتفع السوق طبعاً بشكل كبير جداً وشعر وارن بافت أنه الأسهم لن ستتراجع أو لن تستطيع الصعود مرة أخرى عند هذه المستويات صفة كل هذه عاد أيضاً المال والأرباح إلى باع الأسهم وعاد المال والأرباح إلى المستثمرين وهنا كانت مصدقيته لعبت دوراً كبيراً جداً التقارير السنوية هي اللعبة المفضلة لـ وارن بافت لماذا هناك عدة أسباب؟ إيش قصة التقارير السنوية مع وارن بافت؟ طبعاً تقارير السنوية هي اللي بتكشف شركة بالفعل إذا تعمقت تعرف كل شيء من ملف طبعاً من التقارير السنوي لأنه يحتوي على كل شيء وكيف ممكن أنه تبرز الأرقام وكيف أنه أنت تتعامل مع قراءة التقارير بشكل مهم بقول الهدف من قراءة التقارير وارن بافت ثلاث أشياء بالفعل وهي أول شيء تقدر تستخلص من التقارير قيمة الشركة التقريبية وهذا مهم جداً أنه على الأقل مع كل تقارير أعرف قيمة الشركة اتنين ما هو احتمال الشركة على الوفاء بالتزاماتها دائماً وهيضي كمان مهم جداً وشوفوا التالتة التالتة هي الإدارة هون بيركز بكوبة وكان يقول دائماً أنه هو عندما يعرف من يكون أو هوية المدير وهون يسك أكثر ممكن وتعطيه منوعاً من أنه مش أنه قرار بالشراء ولكن ترجح الشراء أحد العوامل اللي بترجح الشراء ودائماً ما يمدح إذا بطلعتوا ليش على الطول بيمدح رؤسة شركات بالتالي هون لأنه هذا بيكون الشرط الثالث عنده بالنسبة للتقارير السنوية اللي بقول فيه ما مدى الجودة هون إلى أداء المديرين اللي عم يشتغلوا داخل هذه الشركة وكيف عم بيديروا الشركة لاحظنا دائماً كان عم يتكلم عن رئيس بانك أوف أمريكا جيمي دايماً وتكلم أيضاً عن مؤسس أمازون أو مدير أمازون جيف بيزوس تكلم عن عدة مديراء أيضاً بالنسبة لبيديروا الشركات وهي ليش؟ لأنه هي بيحطها بالفقرة الرقم الثلاثة هناك عدة أيضاً نصائح لنأدخل فيها طبعاً في عدة نصائح عنده بس أريد أن أشير أنه في بعض العبارات المشهدة أنه ورن بافت ما بيكون هو آيلها بأنه نتأكد من المصادر وعندما نتأكد منها بيكون بمؤتمر صحافي أنه ما بيقول غير ما يكون بمقابلة تلفزيونية على الأرجح وعطأ النصيحة ولكن من شهد أحياناً فيه بيصير فيه تأليفات أو فيك خليني أقول أنه خبر مش صحيح وبيقبل تحته ورن بافت برجع إلى ما هي الكتب التي بينصح أنه قراءتها في دائماً هالتسع كتب اللي دائماً كان يتناولت فيه عدة كتب ولكن مثل الكتاب المفضل عنده وهو على الإطلاق ويقول أنه هذا الكتاب غير حياتي وهيدي الجملة المنقلة قالها بلقاء تلفزيوني وبالتالي قال مع المستثمرين ومسجل أنه كتاب المستثمر الزكي للمرشد اللي بيعتبره هو المرشد له اللي هو طبعاً بان جرهام استاذه بالجامعة والمرشد له وأيضاً أكثر من ذلك عمل عنده وثم انتقل بعدها إلى أوكلهوما يعني عمش شهد هون كيف عم بيكون هذا الرجل جداً متأثر بكتاب المستثمر الزكي ما هي الكتب الأخرى طبعاً تسع كتب المستثمر الزكي أيضاً فيه كتاب نحن نترجمه الأسهم العادية والأرباح الغير العادية كمان هون بيضطر فيه كتاب مهم جداً اختبار الإجهاد تأملات في الأزمات المالية اللي بيحب أنه يسجل هذه الكتب لقراءتها أيضاً مقالات وورن بوفيت كمان هون مهمة جاك هون عم يتكلم عن جاك ويلش طبعاً هون مش عن الأسهم ولكن عن الإدارة الإدارة يعني الرقم الثلاثة بي عنده الشروط هاي اللي قلنيها الغرباء صراع الثقافات و12 حكاية كلاسيكية من العالم من وول ستريت أيضاً تحليل الأمان كل هذه الكتب التسعة مع المستثمر الزكي ينصح بقراءتها وورن بوفيت وورن بوفيت تأثر بشخصيتين خلينا نقول الشخصية الأولى هي المعلم والمرشد له بن جرهام وأيضاً هناك صديق العمر اللي هو تشارلز مانجر سنتعرف على هذه الشخصيتين بن جرهام كان يعتبر أسكى مستثمر في التاريخ ولكن بعد هذه السيرة الطويلة لورن بوفيت يمكن أصبح هو أسكى مستثمر في التاريخ على الإطلاق وتفوق على معلمه رغم أنه الكتاب مثل ما قلنا غير له حياته اللي هو كتاب المستثمر الزكي طيب بداية أيضاً فيه تشارلي مانجر تشارلي مانجر دائماً معه كان عمره 94 سنة أما وورن بوفيت 89 سنة وورن بوفيت مواليد لأف سعمائة وثلاثين الكساد العظيم صار لأف سعمائة وثلاثين وللمفارقة يعني الصدفة عم بتكون أنه الكساد حصل بشهر أوغست وأيضاً ولد وورن بوفيت بثلاثين أوغست يعني قبل يوم من انتهاء شهر أوغست يعني أوغست مع أوغست وورن بوفيت أصغر من الكساد بسنة واحدة فقط برجع إلى الموضوع طبعاً الموضوع أنه تشارلي مانجر الشريك ودائماً نضم إلى الشركة ولكن بداية كان وورن بوفيت عمل بناء مراكز ليقدر يستحوز على شركة بيركشاير هزوي وأخذت معه عدة سنوات إينا أنا استحوز عليها بعدين نضم له تشارلي مانجر تشارلي مانجر أيضاً صديق والده ومش صديق والده ولكن كان يعني فرده وتعرف عليه وأصبحت العلاقة أكثر وأكثر معه وهو نائبه ومساعده لأيمن وتقريباً كل الاستثمارات ويشير إليه دائماً في الاجتماعات جمعيات العمومية تعرف على تشارلي مانجر عام 59 ولكن شركة بيركشاير هزوي يعني للسيطر عليها هي عم بتقدم كانت عائد من السوق أكثر من 20 فئة المائة متوسط سنوياً يعني لاحظوا أي استثمار يعطي سنوياً 20 فئة المائة هو كان عم بيأمنها 20 فئة المائة وهل تعلمون منذ متى منذ عام 1965 المتوسط عم بيكون 20 فئة المائة وهذا رقم كبير جداً طبعاً سلوة بوفر هي جميعها من الأسهم يعني نحن نلاحظ أنه في ملياردير تكون سلوة بالمليارات من الأسهم قليل جداً ما نلاحظ في قائمة المليارديرين نلاقيهم يكون عنده شركات سيارات يكون عنده مصانع يكون مثل مايكروسوفت يعني هو الوحيد تقريباً بأول خمسة أو أول عشر من الاستثمارات المهمة جداً والمعروفة بالنسبة للورون بافت هو الاستثمارات بكوكاكولا وهو معروف حتى أثناء الجمعية العمومية وفي هذا العمر دائماً موجودة زجاجة يعني موجودة عنده الكوكاكولا بالاجتماعات دخل على شركة كوكاكولا دخل عام 1988 باستثمار بـ 1.3 مليار دولار بال2017 إلى أن أصبحت هذه الحصة عشرة في المائة من كوكاكولا عام 2017 الـ 1.3 مليار دولار أصبحت 18.4 مليار دولار يعني نتكلم من 1.3 إلى 18 مليار دولار من 2017 إلى الـ 1988 من يستطيع أن طبعاً يعني يقدر يحصد هذه السروة الكبيرة جداً والتفكير بالنسبة إلى كوكاكولا مهم جداً أن نعرف أنه ورن بافت بالتصريحات سابقة قال أنه لا يمكن أن يستثمر بأسهم التكنولوجيا حتى أشار شخصياً إلى سهم أمازون أنه لا يمكن أن يشتري هو سهم أمازون وبالتالي اعترف بعدين أنه أخطأ في هذا الأمر لأنه لا يفهم آل بالتكنولوجيا وبعدين اعترف بعد سنوات عديدة أنه أخطأ بهذا المجال وبعدين رجع عن شاهدني دخل بقوة على أسهم مثل أبل وصار مستثمر كبير أكبر مستثمر فردي بشركة أبل حتى الآن يعني لاحظوا فقط إذا أقولوا ده أن تكلم عن أبل وهذا كان المؤشر عند 28 ألف نقطة قبل الانهيار كان أبل عند مستويات 250 و 240 وكان ينصح بشراء الشركة لأن الشركة لديها منتج عظيم مثل ما أشار الآن الشركة انهار طبعاً ولكن الآن مع الـ 24 ألف نقطة من الدود جونس السهم هو أعلى من المستويات اللي كان فيه عند الـ 27 ألف يعني رجع عاد السهم أعلى من الزمن اللي كان هو عم يتكلم فيه هايدي يجب أن كمانا هوني أنه نعطيه الحق فيها أنه رغم السعر العالي لأنه الآن السهم وقت تغيير حلقة كان 294 دولار هو اللي متكلم عن أبل كان أبل 250-240 في هذه الفقرة أخطاء أخطاء يعني صحيح فيه مسيرة طويلة بالنسبة إلى ورن بافت ولكن هناك أخطاء أيضاً خلال مسألة طبيعية أنه يخطأ وإلا كيف بده يتعلم من الخطأ ما هي الأخطاء؟ الأخطاء كانت بالمليارات مثل ما السروة أصبحت بعشرات المليارات الأخطاء الكبيرة التي ممكن أنه نرصدها لورن بافت في عدة شركات وشركات طبعاً يعني ضخمة فمثلاً مع كونوكو فيليبس وهذا شيء حصل عام 2008 وكان اعتبر أنه دخول في سعر الشركة كان السعر هنا غير مناسب لأنه أحيانا الأخطاء عم بتكون يا السعر غير مناسب يا مثلاً القيمة طبع الشركة يمكن تصورها لازم تكون أعلى بكثير أو ما إلى ذلك بالنسبة إلى كونوكو فيليبس كونوكو فيليبس شركة النفط هون أنه كان فيه نوع من السعر غير مناسب ولكن كان الشركة لبأس بها شركات أخرى أيضاً كان عنده تجربة سابقة مع شركات الطيران لأنه أصلاً فيه السابق دخل على شركات الطيران وكان يعني لم يقنع المساهمين فيها ولذلك هو نوعاً ما بيكون متأبط من شركات الطيران إلى أن حصل معه مرة جديدة أنا أكيد أنه ما حيدخل بقى بكتاع الطيران لأنه عدة مراحل حصل الشيء وكمان وصل معه باليو أس أيرلاينز عام 1989 التجربة وهون وهون قال صار فيه نوع من لغط بالنسبة إلى تحديد النمو للشركة لأنه مش بس فقط السعر غير مناسب أو كيمة الشركة النمو أيضاً وهون صار فيه أنه بالنسبة إلى تحديد أديش حيكون النمو في المستقبل هذا كان خطأ مهم جداً في خطأ آخر وهو الاستثمار بتسكو تسكو هون أنا دائماً أتكلم أنه الشركة تملك أكثر من 400 مليون سهم في طبعاً تسكو وهذا كان عام 2012 ورجعت الشركة باعت الأسهم ولكن أيضاً حصل نوع من الخطأ في الاستثمار حتى في الشركة نفسها بيركشاير هذا هو قال بتصريح ورن بافت أنه ساعة الاستحواز على الشركة عن 65 اللي أخذت معه عدة سنوات كمان هون كان لازم ينفق أقل مالاً وبالتالي أخطأ ببعض المليارات بالنسبة إلى الاستحواز على بيركشاير نفسها يعني الشركة اللي بيملكها كمان دخل بأسعار غير مناسبة لأنه معها ماستحوز عليها ضربة واحدة إلى التكنولوجيا كانت المفاركة أنه حتى بجوجل أو بعدين بألفابت لم يستثمر أنه كان يلاحظ أنه قديش كانت أول صعود جوجل طفرة جوجل بقوة وسيطرته سيطرة تامة صار لاعب أول على محركات البحث على الإنترنت إلى درجة أنه صارت البحث كلمة جوجل دخلت إلى اللغة وقوجل الإسم يعني حتى هذه بقول أنه فوت الفرصة لما كان السعر ببداية انطلاقاته أيضا نفس القصة هي مع أمازون رغم أنه معجب بأداء الإدارة في أمازون آخر شيء بس أريد أن ألفت أنه سعر سهم الشركة ليس 100 دولار و200 دولار يعني نتفاجأ أحيانا أنه أمازون سعر السهم أو سهم ألفابت فوق الألف دولار أمازون فوق الألفين دولار سعر سهم بركشار هزوي أكتر من ربع مليون دولار السهم يعني إذا كنت تملك 200 ألف دولار تستطيع أن شراء سهم في الشركة هيدا يجب أنه أن ننتبه إليه سعر سهم شركة بركشار هزوي طبعا معظم ساروت ورن بافت تأتي من امتلاكه 16% تقريبا في الشركة وأيضا شارلز مانجر اللي هي ساروته بعيدة جدا عن ورن بافت كي وصل ورن بافت 90 مليار دولار والتاني مليارين أو مليار و800 مش آخذ حقه مضبوط رغم أنه يده اليمين يده اليمين ومساعده وصديق عمره وأيضا كل المراحل لكن التفاوت بالسروة عالي جدا مليار ونص إلى 90 مليار ورن بافت تشارلز مانجر هيك بتنتهي حلقة ورن بافت